اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي ارسى دعا امها جلالته والتي تعززت من خلال المنجزات والمكتسبات المتحققة للوطن والمواطن على كافة المستويات واكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية نستلهم من رؤى جلالته رعاه الله وبعطاء ابناء البحرين وعملهم الدؤوب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ونماء الوطن وتطلعات المواطنين من اجل استمرار التطوير والتحديث الذي يعود بالخير والازدهار على المملكة كما استذكر سموه في هذا اليوم تضحيات شهداء الواجب الذين قدموا اروع صور الانتماء والحب للوطن بالدفاع عن مكتسباته وامنه والذي تم تخليد ذكراهم من خلال يوم وطني سمي باسمهم عرفانا وتقديرا لما قدموه من وفاء للوطن سائلا سموه الله سبحانه وتعالى يعيد على جلالة الملك المفدى هذه المناسبة العزيزة اعواما عديدة وهو ينعم بدوام الصحة والعافية مجددا لجلالته العهد والولاء لمواصلة المسيرة المباركة والعمل دوما وفق رؤى جلالته لتحقيق كل ما فيه الخير للمملكة وابنائها وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى يده الله برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعرب جلالته فيها عن خالص التحيات وصادق التمنيات لسموه بموفور الصحة والعافية والشكر لسموه على تهنئته بأعياد البلاد الوطنية واعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبذله سموه نحو ما تحقق وسوف يتحقق لأهل البحرين وشبابها من تنمية مستدامة في جميع المجالات بما يعود بالخير العام للجميع سائلا الله سبحانه وتعالى ان يرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء وان يسبغ على عباده نعمة الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر